نحن نتحضر اليوم سوف نحضر بريش الدفيرة لكي يأتي خطير بشيش بحلقة والديد ما سوف يشبعونه نهائيا لا تنسوا اللايكاتكم واتشجاعتكم ولكن اول مرة تشاهدوني نضموا الحساب بعمل الحدقة بشيك توصلوا مزيد من الوصفات وشهوات ونبدأوا على بركتي الله في المكونات يحتاج بياض بيضة والصفر البيضة سوف نحتفظ به للدهن ونضف كاس الحليب اللي كي كنت فيه جمع القديس السكر انا مكنش متوفر عندي السكر ثاني اذا او سكر خاشن فاستعملت السكر ناعم اضفت قبيسة دي الملحة ومعلقة كبيرة دي الخميرة دي الخبز 4 كاس دي الزيت وكيس دي السكر بالنكاد الفاني وربعة غرام دي الخميرة دي الحلويات اي نصف كيس دي الخميرة دي الحلويات وثلاثة دي الكؤوس دي الدقيق وغضي نضيف نصف كاس اخر دي الدقيق وانا كان اجن في العجين ديالي يعني المجموع لسعمل دي الدقيق ثلاثة دي الكؤوس ونصف صافي بل ما كان دلك العجين ديالي مزيان اما كدلكوها كابل عجانة او كدلكوها بيديكم ركعتكم نفس النتيجة في الاخير غير هو يخصكم دلكوها مزيان من بعد كنضيف معلقة كبيرة ديال الزبدة الخاصة يعني بالاكل يعني زبدة حيوانية او الزبدة ديال البواطة باش هكا كسعتكم مضاق بنين في البريوش ديالكم وتكون بدرجة حرارة المطبخ دخلتها في هذاك الخالط ديال العجين ديالي ومن بعد كنناخذ واحد زلافة كندهنها بالزيت وكنوضع فيها العجين ديالي شوفوا القوام ديالها ما شاء الله كتبان بانها عجين ناعمة وناجحة ومدلوكة مزيان وكتكون خفيفة وكتلتسق في اليدين فضروري كتدهنوا زلافة ديالكم بالزيت واليدين ديالكم ايضا بالزيت غطيتها بالبلاستيك الغذائي وغد نخليها كتختامر مدة ما بين 40 دقيقة حتى الساعة على حسب الجو ديالكم ومن بعد كنفرغها من الهواء غد نقسمها في الاول على جوج ومن بعد غد نقسمها يعني كلها قطع غد نقسمها على ثلاثة يعني المجموع 6 ديال القطع حاولوا انهم يكونوا يعني متساوين في الوزن ديالهم تقدروا تستعملوا الميزان او لكتدروا عينكم ميزانكم كيفما درت انا غير عيني ميزاني رشيت واحد الجوز في سطح العمل بالدقيق كان شكل العجين ديالي لاشكل كوراته وكان حتى فوق من هذا الدقيق لانها كتكون كتلتها سق ومن بعد كنبدأ يعني كان بسطل كلها قطعه بشكل اللي يكون هكا طويل ورقيق يعني ما كتف في العرض دياله كتكون صغيرة ولكن كتكون طويلة بهذا الشكل هذالي كتشوفوا معي يعني الطريقة بسيطة بزيف كنجيب شوكولاته الخاصه بالدهن اي نوعية كنتم توفره عندكم باش نسهل لي الخدمات فكيس بلاستيكي ماشي ضروري حتى انتم مدرون فكيس بلاستيكي تقدروا يعني تديروا الشوكولاته الخاصه بالدهن غير بالملعقة وكتسرحوها من بعد كنسد هادك الحربول ديالي كنحصل علي بهذا الشكل هادا وكنستمر غدي نعود معاكم يعني ثلاثة ديال القيطاع باش هكا غدي نشكل واحد الدفيرة وكيبقوا لي ثلاثة ديال القيطاع ديال العجن بلا ما نصورهم باش هكا ما نطولش عليكم في الفيديو هادي القيطاع الثالثة كنستمر دائما كترشو شوية ديال الدقيق باش ما كتبقاش كتلصق لكم العجن في سطح العمل كتبسطوها بشكل طولي وكتجيبوا الشوكولاته الخاصه بالدهن كتديروها وكتحاولوا انكم تغطيوها مزيان مزيان صافي من بعد كنجيب هادوك الثلاثة ديال الحريبلات ديالي وغدي نحط واحد على واحد بها تشكل هادا كنحاول ان نزديهم في هاداك الجزء العلوي وكن بدك اندفرهم بالطريقة العادية هاداك الجزء العلوي كيف ما كتشوفو معايا غدي نعود نقاددو مزيان باش كتجينا الدفيرة زوينة وكيجينا الشكل نهائي ديال بريوش ديالي زوين كنحطو فلاطة اللي فرشت لها ورقتها يتقدرو غير الدهنوها بالزيت ما كنش مشكي نهائيا وغدي نحاول اناني نفس الطريقة نديرها لهادوك ثلاثة ديال القطع اللي بقاولية ديال العاجين صافي كنغطيهم بمنديل وكنخليهم كيختامروا ضروري البريوش باش كينجي ناجح وكيجي قوطني كيف ما كتشوفو معايا فضروري يخصو يختامر حتى كيتضاعف الحجم ديالو كياخذ ما بين عشرين حتى ثلاثين دقيقة ممكن انه يوصل حتى لربعين دقيقة على حسب الجو ضروري باش يجيكم يعني واحد تحصلوا على واحد نتيجة زوينة ضروري خصو يختامر مزيان عد كيدخل الفران هنا يلبنتو بالصفر ديال البيضاء اللي احتفت بها في الاول ديال الفيديو الشتاب شوية ديال كوكو كونكاسي تقدرو تزينو باللوزئ فيلي اولا اللي كم توفر عندكم الفرن كان سخون على ميتين درجة النار من الاعلى ومن الاسفل يعني النار كتكون توسط ما كتكونش مهيلة ودخلتو كيطيب من بعد كان حصل عليه بهذه النتيجة هادي شوفو معايا كيجي قوتني شكل ديالو كيجي رائع بزاف اول بنا ما نعودش لكم عليها جربوه ما غديش ندمو عليه نهائيا ما تنسونيش من لايكاتكم واتشجاعتكم وإلى اللقاء